كثيرا يا شريف وبشكل سريع جدا سؤال برضو من الأسئلة اللي تشغل بال الجماهير والأسف يعني لقينا البعض بيتكلم في اتجاه محمد محمود أن في أزمة كبيرة والناس بتحاول تضخم الموضوع أن محمد محمود إذا مش موجود في المعسكر واللعب زعلان أه طبيعي ممكن أي لعب يزعى أنه ما يبقاش متواجد لكن عايزين نحط كل حاجة في حجمها هل في أزمة كبيرة بخصوص محمد محمود هل تواصلت مع الكابتن سيد عبد الحفيز مسام مع مستر بيتسو مسماني هل في أي موضوع من الأمور اللي احنا بنسمعها والتهويل اللي احنا بنسمعه ده ولا لا دايما بحب أخذ الأمور من مصادرها ومن مكانها أكيد أنت تواصلت مع الكابتن سيد عبد الحفيز مثلا طبعا كلمت كابتن سيد وقلت له بيقال فيه على الإعلام مبارح وسوش الميديا أن فيه مشكلة ومحمد محمود مصدر أزمة كبيرة جدا قال لي يا شريف شوف الرجل كاتب إيه على الحساب الشخصي بتاعه وأنت هتعرف النادي الآله مفوش الكلام ده فاللي عاوز يصدر لنا مشكلة من الخارج يخليه في نادي ويركز في نادي ويركز في وراته وإحنا الحمد لله ما عندناش ولا مشكلة ومحدش بيشتك خالص من الاستبعاد ممكن يكون زعلان وده حق طبيعي لي وده حق شخصي لي ولكن ما يقدرش زعله يطلع بره غرفة الملابس وما يقدرش كمان اللي بيخرج بره الإطار على طول بيكون العقاب في انتظاره لكن محمد محمود الرجل ما اعتردش خالص وما تكلمش خالص وراجل مرحب جدا من قرار وفي انتظار الفرصة ويرب يكرمه بإذن الله في حين الفرصة لي يتقلق ويعود من جديد ويكسر دنيا بإذن الله بإذن الله شيف أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة المهمة جدا على الهواء مباشرة من أستاذ أو من مديد برج العرب بإسكندرية عشان يقلنا على كل التفاصيل